مليون شجرة مورينجا حجم الزراعة لها في مصر بعد أن تم التوسع في زراعتها مؤخرا شجرة فرعونية زرعها المصريون منذ آلاف السنين بفضل الفوائد البروتينية داخلها تنمو بسرعة دون احتياج للمياه يصل ارتفاعها في ثلاث سنوات إلى عشرة أمطار وتتحمل الجفاف والملوحة وتعرف بإكسير الشباب ورقة المورينجا فيها سبع أضعاف فيتامين سي في صمرة البروتون ورقة المورينجا فيها أربع أضعاف الكالسيا من الموجودة في الحليب وزن بوزن ورقة المورينجا فيها تلات أضعاف البوتاسيا من الموجودة في الموز وده طبعا الكرامبات والشد العضلي والزهايمر والزاكرة وحاجات كثيرة خمسة منتجات تستخلص من المورينجا بينها زيت وشاي المورينجا وهو مطحون الأوراق ومستخلصها ويحوي العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأجسادة والزنك والحديد بنسب عالية ويعالج أمراض عديدة ويرفع كفاءة التمثيل الغذائي وأكثر من ذلك النسبة 100% قضاء على فيروس كورونا باستخدام مستخلص أوراق المورينجا ونجهزه هنا في المعمل البشرة، الشعر، الجسم، أي حاجة بتجيلنا أي مرض من الأمراض حتى الكورونا دلوقتي كم سببها؟ ما أصل مناعا طب هي دلوقتي المورينجا أصلا بتعريجنا من الموضوع هذا وفقا للأبحاث العلمية تطبط المورينجا مستوى السكر في الدم كما أن شاي المورينجا يعالج السكر على مدى أربعة شهور حيث يعيد نشاط خلايا همة للبنكرياس كما يدخل مستخلص المورينجا في صناعة التجميل وينشط عضلة القلب ويقي من السرطان ويعالج بكتيريا القولون ويحفظ من التجعيد شجرة المورينجا، كنز مصري أصيل عرفها الفراعنة قديما ولا تزال المعرفة بها مستمرة لها فوائد عديدة تستخدم في العلاج والتجميل نظرا لغناها بالعناصر الغذائية الهامة والفيتامينات والبوريتينات التي جعلها في تذكرة داود الحبة الغالية ولدى الشعراء غصن البان محمد مبروك قناة الغد القاهرة